مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرطوبة دائما تبقى عالية بالنسبة لولاية الساحلية والقرب الساحلية تجوزت 80% إذن محليا وحرارة مرتفعة وخاصة بالجنوب الجزائري على مقياس دائما كان بأضرار وعين صلاح أين قربت 47 درجة تحت الدل حالة السمالي نهر اليوم نستهلوها بصورة القبر الإصطناعي توضحنا نصفة الذي بقي في الموعد بالنسبة للشمال وحتى بالجنوب لكن رعود منعزلة دائما تبقى في الموعد بالنسبة للمرتفعات الداخلية انتقلت لما نتقلت تقع بالجنوب الغربي للوطن وصولا إلى أقصى الجنوب الجزائري غدا بحول الله دائما الأجواء صفية تبقى في الموعد بالشمال وحتى بالجنوب لكن فيه ضباب خلال الصباحة بالنسبة للولاية الساحلية سحب كثيفة سفلة ستنتشر بالنسبة للسواحد رعود منعزلة على المرتفعات الداخلية سترتفع من جديد درجات الحرارة القصوة وهذا على المرتفعات الداخلية بنسبة للجنوب دائما الأجواء ستميل إلى صفاء عادة تشكل بعض الصحوب الكثيفة التي ستكون مرفوقة بالعود من المحتمل أن تكون مرفوقة بعمطار معتبرة بأقصى الجنوب الجزائري مرتفعات الهوغار وطاسل ومناطق الجنوب الغربي للوطن خلال هذه الليلة أولي صباحة الغادة درجات الحرارة الدنيا تتارى وحمد بي 18 إلى 24 درجة بشبال الوطن 19 درجة بغردايا الواد بسكرة 27 درجة بولايات بشار 19 درجة بتندوف 33 درجة بأدراء 30 درجة بعين صلاح نفس المقياس بورق لاحسين سعود 28 درجة بإليزيت 24 بتمنارسة واجاناتي تقارب 31 درجة فيما يخص برج بج مختار وعنكسة عن ظاهرة الغددان كما سبق قد ذكر سيكون فيه دائما ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة القصوى 40 درجة فيما يخص تزيوزو 44 كعلى مقياس بالنسبة لشمال الوطن وبتحديد بغنزة شلف ومعسكة 40 بالجلفة 41 بالبيض نفس المقياس بقلمة سخراس 40 درجة بباتنا 38 بقسنطينا وسطي 31 بعنبسكيك سترتفع أيضا بالجزائر العاصمة إنسة تقارب 35 درجة 32 بوهران مستغنم 34 بيتلمسان 46 درجة بالنسبة لغردايا النعام إذا ارتفاع محسوس بأغلب الولايات الصحراوية 44 درجة بولايات بشار 38 بيتين دوف أعلى من قياس هذه المرة سيكون بعين صالح ورق لاحسين سعود 48 درجة تحت الدن أما للملاحة وصيد البحري نهار الغد سيبقى دائما البحر قليل الاتراب على طول الشريط السحي سرعة الرياح لتشتد على السواحل الغربية ستقارب 50 كم في الساعة 49 كم على السواحل الوسطى وحتى الشرقية الرياح ستبقى برتقالية على السواحل الشرقية وحتى الوسطى لكن حمراء على السواحل الغربية درجة حرارة مياه البحر تتراوح مبيد 24 إلى 25 درجة مئوية هذا بنسبة للوطن خارج الوطن إلى بعض العواصل العربية تبقى الأجواء دائما حارة ببغداد الكويت رياد وحتى بيال خرطوم درجات الحرارة القصوى تقارب 46 درجة ببغداد 45 درجة بالكويت 44 درجة برياد 40 درجة بالخرطوم تبقى الأجواء حارة ومشمسة بنسبة للقاهرة ستقارب 41 درجة 35 درجة 39 درجة بدمشق أجواء مغشية جزئيا بالنسبة لمسقط صنعة وأبوظبي إذن أدري المقياس بصنعة 27 درجة 37 بمسقط لتقارب 39 درجة فيما يخص أبوظبي أما عن وقت شروق الشمس لخص العاصمة وضوحها لنهار الغد سيكون في حدود الساعة الخمسة صباحا 37 دقيقة تفاصيل أكثر نحوها لا تقسم عليكم إلى زيارات مواقع مصلحة الأرصاد الجوية أشكركم على المتابعة في أمان الله